اشتركوا في القناة واكدت المديرية أن الشخص لا ينتسب للقطاع بأي صفة فهو ليس إماما أو متطوعا وأن الكلام الذي وصف به بنات المسلمين مردود عليه مشيرا إلى أن مساجد الجزائر تتبرأ من هذه الأفعال واستذلت المديرية بآية قرآنية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كما أكدت مرة أخرى على وجوب التتبت في نقل الأخبار وتصديقها محضرة من حملات زرع بدور الفرقة بين أبناء الوطن وتشويه أخلاق الشعب الجزائري المسلم باستغلال الوسائط الاشتماعية إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديدنا فور نشره